الهضروف الصناعي يؤدي تقريباً 95% من وظايا في الهضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسف نجاح تتجاوز 90% الجراحة اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة في المنزار والميكروسكوب ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون الأستاذ الدكتوري يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين أهلا بكم طبعا النهاردة حوار مثير ومهم جدا حول أمراض العمود الفقري وجراحاته لكن خلينا أنا فكرت أقول لكم وبحثت الحقيقة في الحكاية دي طبعا ممكن يكون كلامي مش دقيق قوي بس يعني إحنا يعني تهبنا في البحث في النقطة دي أخطر حاجة ممكن يتعرض لها الإنسان في الحركة إيه حاجات كثير طبعا بتختلف من شخص لشخصه وكل حاجة غلط خطر طبعا لكن لقينا أنه كل الأبحاث اشتركت أو كتير من الورق البيبرز كتب أنه اللفة المفاجأة مع حمل تيل أنه واحد يعني أكتر شيء وأكتر شيء يتعرض له الإنسان هو دوران العمود الفقري في حركة دائرية مفاجأة مع حمل وزن تيل في نفس الوقت وده بيحصل كتير في مصر يعني اللي هو بقى فكرة إيه إنه واحدة ست مش قوية قوي تشيل كرسي عشان تنقله فبتشيله ده حمل وزن تيل تروح جهة لفة كده اللفة دي في منتهى الخطور خطرة جدا هو ده أخطر من واحدة من أخطر الحركات وفيه حركات تانية كتير بيتضر العمود الفقري إحنا بنعملها طريقة النوم طريقة الأعدف العربية طريقة الحركة طريقة الجلوس في المذاكرة اللي بقى دقت تبقى فيها مشكلة التقاط الأشياء من على الأرض إحنا ما عندي ناس ثقافة التقاط الأشياء من على الأرض يا جمع ما فيش حد بيعرف يوطي يجيب حاجة من على الأرض صح كلنا بنوطي غلط كل ناس بتوعية موطية جايمة لحاجة وقايمة يا السلام بصت لها وهو بيقول طق طق ظهرك أو الديسك بدأ يحمل مشاكل الأرض اللي هي التقاط الأشياء اللي هو اللي هنينزل على الركبته أو ينزل بركبته يجيب الحاجة ويطلع وهو فرد ظهره مين اللي بيعمل الحاجات دي صعبة ومش كتيرة خلينا نفهم نهاردة تفاصيل مشاكل العمود الفقري ونفهم إزاي إن تشخيص المبكر إننا نروح بشكل مبكر أكشف المبكر هنهدي فرصة لجراحات رائعة الآن بقت ليها الزب يقوله اليد العليا وبقال ليها قيمة كبيرة جراحات محدودة الداخل بس بشرط أرجوك تعالى مبكرا أول ما تشتكي هنفهم نهاردة حوار مسير للغاية مع ضيف العزيز طبعا قمة كبيرة من عالم جراحات المخ والعصاب ليس على مستوى المصري والعربي ولكن على مستوى عالمي قدم الثقافة الطبية الخالصة في جراحات المخ والعصاب ودائما يبهرنا بحديث علمي متقدم للغاية وبمستوى تكنولوجي بينقله من غرفة العمليات إليكم على الشاشة الصغيرة ضيف العزيز أستاذ الأسازة الجراحة الكبير أستاذ الأسازة الأستاذ الدكتور أنور يوسري الحميلي يوسري أنور الحميلي أهلا بك دكتور أهلا دكتور دائما مرتبط أنا بإسم أنور عشان يمكن على الطريقة الأوروبية يعني منورنا دكتور الله يحفظ عايز أروح لسؤال فعلا هل دي أخطر حركة قبل ما أدخل في الجراحة ما تدخل بص هو في حاجة مهمة جدا كتير ما يعرفهاش يمكن بعض برضو الأطباء الصغيرين أو المش متخصصين أوي علم اسمه أو عالم الحركة البيولوجية للعمود الفقري وده علم مهم جدا جدا اللي بيقدر اللي بيشتغل في العمود الفقري لو ما عندوش دراية بيه كافية مش هيبقى بيشتغل بشكل كويس في ظل التقدم والثورة العلمية النهاردة اللي عملت لنا واستحدثت لنا حاجات كتير جدا كلها نشأت كبديل أو كاستعادة عن الحاجات اللي بتبوص في العمود الفقري بدأت بتثبيت الفقرات بدأت بالشرائح بالمسامير انتهت بالغضروف الصناعي انتهت بحاجات تقنيات عالية جدا مين يقدر يقول أعمل ده لي وحط ده فين واشتغل ده إيه واسبت إزاي وده أسبت للعيان وده ما ثبتش للعيان هو اللي عندو دراية عالية بما يسمى بعلم الحركة البيولوجي للعمود الفقري وبالتالي ده اللي يقدر يخط للمريض بتاعه السيستم أو الأساس أو الطريقة أو النظام فحركته كل واحد فينا عنده جسمه له بنيان البنيان ده علشان ما يحصلش أي ضرر لابد أن أنا أتعامل مع بنيان جسمي بالطريقة اللي تناسبه في واحد يقدر يرفع 30 كيلو من الأرض في واحد ما يقدرش يرفع أكثر من 3 كيلو أنا هيئة الجسم ده إزاي وعملية التهيئة دي نفسها لأن أنا برضو لازلت بشوف ولاد صغيرين جدا في السن راحوا يلعبوا جم بطريقة غير منظمة أو من غير مدرب أو بشكل هاميوني فجاله انزلاء غضروفي وللأسف جسمه زي الفل وشكله هايل جدا وعضلاته يعني حاجة جميلة وتعمل أشعة تجد أن عنده انزلاء غضروفي أو فقرة تضررت من أنه عمل الرياضة بشكل خاطئ بالتالي ده مفهوم مهم جدا عايزين ولادنا يبقوا حطين عينهم عليه عايزين ثقافتنا الطبية بتبقى بتقول يا جماعة مش كل حاجة نقدر نعملها هنعملها ولابد من الاهتمام ب زي ما نقول كده ثقافة الاهتمام بالعمود الفقري تتربى عند أولادنا منذ الصغر جراحات محدودة التدخل أحداث الطفرة كبيرة في عالم جراحات المخل العصب وهي دلوقتي أنا في رأيي أنها زي ما بيقوله جراحات الحاضر والمستقبل بس بشرط برضو أن المريض يجي مبكرا لأنه في فترة ممكن الجراحة محدودة التدخل تبقى مش عارفة تتعامل مع عديد المشكلات ده حقيقي طبعا والأهم من ذلك كله أنه مش بس أن المريض هيجي مبكرا أن المريض هيجي للمتخصص في الجراحات محدودة التدخل وبلاش نسمع كلام الناس اللي بتقعد تخوه في العينين وتقول له أوه تعمل عملية بالمنظار ولا بالمايكروسكوب أصل ده ترد بسرعة يعني دايما اللي ما بيعرفش يعمل الجراحات محدودة التدخل ولا يجيد استخدامها بيخوف المريض كأنها بعب أو كأنها رعب وده مش صح ما تخليوش حد يضحك عليكم ده ده بيخدعك اللي بيعمل الجراحة محدودة التدخل ده جراح متمرس قدر يعمل العمليات التقليدية وعد المرحلة دي وخلاص بيعمل حاجة أحدث وأكثر تطورا للمريض بتاعه علشان يخدم قضية واحدة وهي الشفاء المبكر العودة إلى العمل مبكرا وإن أنا أعمل العملية بتاعتي من غير ما أثر على التركيب الطبيعي العمود الفقري ده الصورة بتعرض لنا إزاي الانزلاق الغضروف يحصل هنا الغضروف تضخم بعد ما تضخم خرج برا المحتوى ضغط على العصب العصب ده بيغزي إيه لو بيغزي المنطقة دي في الرجل يبقى الألم في المنطقة دي لو الغضروف في مستوى أقل أو تحت منه يبقى هيغزي عصب تاني هيدي الألم في المنطقة دي لو الغضروف في تحت في الحتة في الفقرة اللي تحت يبقى الألم هيجي في عصب الرجل ولكن في ناحية تانية وبالتالي بتختلف الأعراض على حسب مستوى الإصابة دي صورة بتعرض لنا إزاي ممكن يحصل كسر الفقرة من حركة مفاجئة عنيفة غير مدروسة شفت القوة كلها نصبت عليها ده بنشوفه إمتى ممكن نشوفه في واحد نط من فوق علشان ينزل في المية اتخبط في صخرة فالفقرات ردت لورا اتكسر العمود الفقري أثر على الحبل الشاو في الكرة فاندم برضو يعني في الكرة بس نادرا ما بيحصل لأن مهما كان إصابة الكرة بتبقى الوزن بتاعه مش بالقوة لكن ده بيبقى الوزن والجرافتي والجاذبية والاندفاع بتبقى حاجات كتيرة هنا برضو بيعرض لنا الأماكن الأكثر تعرضا للإصابة في العمود الفقري بالتعاكل والخشونة والغضريف وهي الفقرات القطنية وليه؟ لأن بعرضها لحمل كبير معظم الوقت هي شايلة وزن الجسم كله وفي نفس الوقت عليها معدل حركة عالي جدا أقل الفقرات ضررا الفقرات الصدرية التاني حاجة بتالي الفقرات القطنية هي الفقرات العنقية ودي بقى مرض العصر بالنسبة للأعادين على المكتب بالنسبة لللي بيستخدموا رقبتهم بشكل كتير في السواقة في الأعادة على المكتب في المذاكرة بطريقة خطأ في الولاد اللي مسكين الموبايلات طوال الوقت وتاني رقبته في الست البيت اللي قاعدة بتشتغل على بطريقة مش صحية في البنت اللي قاعدة بتذاكر طول الوقت على الأنتري أو في الكافيه والولاد يعودوا يذكروا في الكافيهات وبقت موضة حاجات دي كلها بتؤذي العمود الفقر عندي السؤالي إنه في سؤال واحد المناظير ودورها في التعامل مع الانزلق الغدروفي إزاي المنظار بيدخل يتعامل مع الانزلق الغدروفي برضو كلاسيكيا إيه حدود المنظار يعني كان منزلق الغدروفي بعدين المنظار يقول لك مش هقدر أشتغل أو خلاص دي حدودي هل هناك السؤال التاني بقى هل هناك حالة صراع أو تنافس بين المنظار والميكروسكوب هل المنظار عدو الميكروسكوب أو الميكروسكوب عدو المنظار وهل يعني أحدهما يعلو عن الآخر أو يسمو على الآخر أم أن كل منهما منطقته اللي بيشتغل فيها دول سؤالين الحقيقة في مجال الجراحة الجراحة الشاطر بيستخدم كل التول الوسائل المتاحة لتطويعها لإجراء عملية جراحية ناجحة تصور أنت بترسم لوحة وواحد يقول أنا متحايز للون البني واحد يقول أنا متحايز للون الأزرق للسماويات مفيش كده اللي بيرسم لوحة ده محتاج جميع الألوان إحنا محتاجين في العملية بتاعتنا كل التقنيات دي دون أن تضغى واحدة على الأخرى إحنا ما بنتحيس الحاجة الجراحة الشاطر بيقدر يعمل العملية بتاعته بتطويع كل هذي الأسليب المنظار ممكن استخدمه خطة واحدة في العملية ممكن استخدم الميكروسكوب في خطوتين ثلاثة ممكن قدمج لتنين مع بعض دي عملية بنشيل فيها الغضروف بالمنظار زي ما احنا شايفين دخلنا من فتحة صغيرة جدا جدا في الجلد ودخلت الألات الجراحية هستخدم الجراحة الملاحية عشان توريني الصورة ركبة على الأشعة بتاعت المريض عشان لما شيل الغضروف أتأكد تماما أن أنا شلت الغضروف اللي عليه المشكلة هستخدم استحساس عصب عشان أقدر إيس الكهرباء جوه العصب ويطر العصب ده حاجة مسته ألا لأ هستخدم الميكروسكوب في تكبير الصورة وبالتالي لما بيبقى عندك أبناء وانت راجل أب مثالي ما بتفضلش ابن على الآخر هتفضل ابن على الآخر لو انت أب مش مثالي نفس القصة كل دي وسائل وأساليب احنا بنحبها كلها والجراح الشاطر اللي بيقدر يلعب بأكتر من حاجة وببراعة ويستخدم هذي التقنيات النهار ده ما بقاش مسموح ان واحد يقولك ايه وعا تعمل العملية بالمنظر أصلا بترجع تاني اللي بيعمل العملية بالمنظر ده جراح بيعمل العمليات الجراحية بدقة عالية جدا جدا ويقدر يعمل العملية بدون هذي الوسائل تب هو ليه بيستخدم الوسائل دي علشان يضمن لمريضه الدقة سرعة الجراء العملية وأهم من ذلك المحافظة على الأنسجة الطبيعية هنا هو بنشيل الغدروف وبنحط غدروف صناعي الغدروف الصناعي ده هو بديل للغدروف الطبيعي يبقى بالتالي أنا شلت الغدروف اللي كان ضغط على العصب رجعت المسافة ما بين الفقرات لوضعات طبيعي حطيت الغدروف الصناعي المريض ده هيقدر يحرك رأبته شمال يمين فوق تحت كأنه ما شلش الغدروف بالتالي ده اللي عملته التكنولوجي اللي عملته الجراحة الملاحية اللي عملته الصورة العلمية اللي احنا بنشوفها الأيام هل هناك تنافس بين البنزار وماكرسكو ليس هناك تنافس أنا بحب الاتنين الاتنين ولادي الأعزاء الاتنين أنا بقدر أستخدمهم لمصلحة المريض بقدر أطوع ده في خطوة وأطوع ده في خطوة وطالما أنا بأجيد استخدام الاتنين يبقى أنت عندك أحسن لاعب في الملعب اللي بيقدر يشوت شمال ويمين واللي يقدر يلعب وينج ليفت وينج رايت تصور ده جوكر تصور دايما ده بيبقى عندي مين العايبة اللي هم لفت هاند ده أكتر باي زوية أنا أفتهم أسرع ربع ثانية الجراح الناس اللي بتستخدم ناحية الشمال أسرع في رد الفعل ربع ثانية هي ميزة كمان إن لما باجي أعمل عبلية جراحية ما ببقاش مرتبط بناحية يعني أنا ممكن أفتح أعمل للمريض عملية الرابة من المنظار من ناحية شمال من ناحية يمين من المايكروسكوب من ناحية شمال من ناحية يمين ما عنديش تحيز لناحية واحدة ودي بتبقى حاجة يعني ده بالمناسبة بس يعني عرضا فعايز أقول إن إحنا مفيش حاجة مفضلة على حاجة طالما إن دي هتخدم قضية مهمة جدا هقدر أعمل للمريض بتاع العملية بنجاح منقطع النظير يبقى هستخدم دي هستخدم دي هستخدم دي وهقدر لما يبقى عندي تصور أنت داخل محل كبير أوي هايبر ماركت مثلا ده في كل حاجة وبتطلب بضاعة معينة هتلاقي كل حاجة موجودة على الرف قارب نفسك لو أنت دخلت كوشك صغير بتسأل على حاجة مفيش غير حاجة واحدة هيديك اللي عنده بس ما تخليش حد يسوألك بضاعة واحدة روح لللي عنده كل حاجة هتجد عنده كل حاجة بالتقنية عالية جدا وهتجد نفسك بتعمل مجهود أقل في الحصول على أحسن حاجة السؤال المشهور قوي في الجراحة الملحية وتسبيت الفقرات التسبيت لأنه زح سح الفقرية بقيت موضوع منتشر جدا وبقت حالة مسعجة للغاية جدا هل المنظير والجراحات ما هتدوا تتدخل لها دور في تسبيت الفقرات طبعا الجراحة الملحية لها دور كبير جدا في تسبيت الفقرات وأكبر عمليات تثبيت للفقرات فيها تعقيد وتداخلات معقدة جدا هي تثبيت الفقرات العنقية وأنجح طريقة للتثبيت هنا في الفقرات العنقية باستخدام الجراحة الملاحية شوف بقى الجراحة الملاحية بتعمل ايه؟ صورة الأشعة معروضة على الشاشة وأنا بدخل بالمنظار وأنا داخل بالمنظار الجراحة الملاحية بتدمج لي صورة الواقع مع صورة الأشعة فكأن أنا داخل بطلع الغدروف اللي باين في الأشعة ده بالواقع الرياليتي أو زي ما بيقوله كده العملية الواقعية أنا بدمج الصورة اللي طلع مشخص فيها الغدروف والغدروف باين فيها بوضوح مع الواقع بتاعي وبالتالي لا يمكن الخطأ فيه كتير جدا من العمليات اللي مكتوعة من مضاعفات العملية مست ليفل أو أنه يعمل المستوى الخطأ يبعاين عند غدروف ما بين الرابعة والخمسة ويعمله التالتة والرابعة بالخطأ النهار ده الكلام ده لما تقوله قدام حد بيشتغل بالجراحة الملاحية تحق كتير جدا دي نكتة لأنه ما ينفعش ما ينفعش ده يحصل ما ينفعش أنه وانت بتعمل تثبيت للفقرات باستخدام تقنيات الجراحة الملاحية أن المصمار يدخل في مجرأ الحبل الشوكي أو في مجرأ العصب أو يلط العصب بالبلد زي ما الناس بتقول ليه لأننا بدي إحداثيات سلاسية الأبعاد عن المكان شوف الفتحة دي شوف حطينا بلاسترة صغيرة جدا مكان ما دخلنا علشان عملية جبيرة بيتفتح لها 4-5 إنش أو 10 سنتي والمريض بيعود لابس حزام ويعمل لما عندناش الكلام ده إحنا بندخل علشان عندنا تقنيات حديثة بندخل من فتحة صغيرة جدا قد تكون سقب زي قطر الألم الجاف ومن خلالها بنعمل العملية والمريض بيخرج ما فيش درنقة بقى ما فيش أي حاجة أي حد في البيت يقدر يغير البلاسترة دي بعد يومين 3 أو كل يوم مثلا والمريض ده ما عندوش غرس بقى يفكه والكلام ده كله هسمح له بعد ما يفوقه من البنج أنه يقف على رجله أنه يخش التوالات أنه يبدأ يتحرك يطلع ينزل سلم لو بعمل عملية غدروف في الرقبة مش هلبسه رقبة لو بعمل عملية في الضهر مش هلبسه عزام وبالتالي خدمة الجراحة الملاحية نقطة مهمة جدا جدا وهي الدقة المتنهية السرعة في الأداء الحفاظ على التركيب الطبيعي اللي ربنا عمله في العمود الفقري وده كانت أهم أسباب ولا زالت أهم في أسباب فشل العمليات التقليدية في أنها تحقق للمريض النتيجة اللي هو عايزة أنه أنت بتدخل تشيل غدروف عشان تشيل غدروف بتشيل جزء من الفقرة بتشيل عظم طبيعي ربنا خلق ويعمل وظيفة النهاردة بوسائل محدودة التدخل ما بقاش مسموح أنك تشيل حاجة من العمود الفقري أنت بتحافظ على الكيان الطبيعي اللي هو طبيعي اللي مش طبيعي هو بس اللي هتشيله اللي مش طبيعي ممكن يبقى غدروف هتشيل الغدروف ممكن يبقى حتى ديقة في العمود الفقري هتعمل توسيع في العمود الفقري دون أن تحدث أعطب أو تغيير في الطبيعة اللي ربنا عملها ودي ميزة كبيرة جدا جدا هترجع لك المريض بسرعة هتخلي المريض لما يرجع لعمله ما عندهش قصور ما فيش حاجة نقصها ما بقاش عنده حتة فقدها وبالتالي هيبقى وصلت إلى ما يقرب من المعدل الطبيعي اللي ربنا عمل التردد الحراري بقى برضو فاشن يعني في عالم جراحات المخ والأعصاب وبقى موجود وله قمته في تخفيف الألم خصوصا بعد جراحات محدودة التدخل فعايز أفهم ميكانيزم التردد الحراري إزاي بيقلل الألم أشوف من أنجح الحاجات اللي بنستخدم لها التردد الحراري هي ألم العصب الخامس يمكن أنا بقالي خمس سنين بطلت أعمل عمليات بالمايكروسكوب أو عمليات جراحية للعصب الخامس لأن التردد الحراري حل مشكلة الألم دي بندخل بمنجا موضعي بإبرة نعمل للعصب ده عملية تردد حراري يعني تردد حراري تصور أن العصب ده فيه التهاب الالتهاب ده عمل فيه تلايف بعد ما المريض ده عمل عملية أو المريض ده عنده مفصل متأكل ضغط على العصب عمل تلايف المفصل ده بقى مصدر إزعاج وألم والعصب اللي بيغز المفصل في العمود الفقري نفسه يعمله كي للعصب عشان يموته العصب فالعصب بتاع الإحساس ده يبطل يطلع إشارات الألم الكي ده كان له عيوب كتير جدا أنه بيموت العصب بيفقد الإحساس وصلوا بالعلم إلى أن فيه طيار متردد بدرجة معينة بفولت معين بنسبة معينة بتكرار معين اسمه بلسد ريديو فريكنسي أو تردد اللي هو التردد حراري متقطع بيجي على هيئة بلسد بلسد فايل بلسشن نابدات نابدات من التردد الحراري سريعة جدا المسافة ما بينها قليلة بطلع بفولت معين بتدير العصب لأوا أن ده بيعمل إيه بيقفل بوابات الألم أو البين جيت البوابات الألم اللي هي بتبقى مفتوحة توصل إشارات الألم دي بس اللي بتتقفل الإحساس بيفضل زي ما هو الحركة بتفضل زي ما هي يعني العصب الناقل للحركة بينقل إشارات الحركة العصب الناقل للإحساس بينقل إشارات الإحساس واحده بس العصب الناقل للألم اللي التردد الحراري ده بيقفل بس مش لإني ما عنديش هذه التكنولوجيا أبدأ هاجم ما لا أمتلكه هذه هي نقطة عامة جدا وصريحة جدا في عالم الطب أنا صريح جدا في الحتة دي وأكيد ضيف العزيز أشكرك شكرا جزيلا على تنويرك لنا النهاردة بهذه المعلومات الرائعة والشرح التفصيلي لواحدة من أصعب وأعقد أنواع الجراحات والجراحة الملاحية نورتنا بك شكرا دكتور عيني ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة والجراحة الكبيرة أستاذنا أستاذ دكتور يسري الحميلي كان في الناس الحميلي خليكم أعلى سحب لو قلتلك أنه يعتقد الكثيرون أن تكميم المعدة لا تصلح لمريض السكر ده أعتقد يبقى صح أو أعتقد خاطئ هل تحويل المصار في المرضى اللي عندهم سكر في سنه صغير هتجيب أن هي تشفيه بنسبة 100% من واقع الأمر لا خاصة لو المريض ده بياخد إنسولين مش كل درجات السكر واحدة ومش كل الناس جالها سكر فقط واحد هيبقى في مريض جيه سكر من 15 سنة وفي مريض جال سكر من 10 سنين في مريض جال سكر من 5 سنين